قبل ما تتعنى وتطلع أنت وعيالك وتشيكون على العروض والتخفيضات اللي بسويتها الشركات اسمعها النصيحة عشان ما تتعب عمرك وعشان إذا أنت طلعت تطلع على سنع تطلع على شيء يسوى يا كثرة العروض والتخفيضات في الشركات والمحلات يا كثرة لكن أنت لازم تتأكد كم كان سعر المنتج قبل وكم سعرها الحين كان بألف ريال والحنصار بخمسمية يعني تخفيض بخمسين بالمئة لكن أنت لازم تتأكد بنفسك ما تنتظر الناس تقولك هذا عليك خصم خمسين بالمئة واربعين بالمئة وثلاثين بالمئة لا هي طريقتها شغلة بسيطة جدا ارتاح جوجل اكتب كان بي كام ثم اضغط بحث بيطلع لك الموقع أول واحد ادخل عليه بيعطيك هذا الموقع هذا الموقع للمصر والكويت والسعودية والامارات باختصار شديد مثلا هنا في السعودية بيعطيك أسعار المنتجات اللي خاصة في أمازون ونون وإكسايت وإكسترا وجرير حين طل عمرك رح للعروض والتخفيضات اللي موجودة في المواقع هذه وشيك بنفسك في أحد المواقع يقولون أنه كان السعر بخمسة الاف واربعمية وتسعة وسبعين والآن عليه خاصم باربعالاف وثلاثمية وتسعة وتسعين هل هذا كلامهم صحيح؟ هذا هو الآيفون قبل كان سعره بخمسة الاف واربعمية وتسعة وسبعين والآن سعره أربعالاف وثلاثمية وتسعين التخفيض تقريبا عشرين بالمية ننسخ رابط هذا المنتج ننسخ هذا هو الرابط نسوي له نسخ نروح الموقع كام بكام أحط الرابط هنا ثم أضغط هنا حطيت الرابط أضغط على بحث على طول يعطيني سعر المنتج ويقول لك يا فاسر ترى سعره فعلا أقل سعر باربعالاف وثلاثمية وكان سعره قبل بخمسة الاف واربعمية وتسعة وسبعين التخفيض تقريبا تسعة طاعش فاصلة سبعة تقريبا عشرين بالمية ويعطيك سعر السعر كان باربعالاف وثمينمية وتسعة وتسعين ثم ارتفع ثم نزل ثم ارتفع ثم نزل ويعطيك هنا التواريخ عادئين تقدر تتابع وتعرف هذا التلفزيون عند أحد المواقع يقول إن كان سعره بسبعة 7999 يمكنسوين عليه تخفيض باربعالاف وميتين أخذت رابط هذا المنتج على هذا الموقع وقلت له تأكدلي هل التلفزيون فعلا كان قبل بسبعة 999 يومc قال لي ما له تاريخ التلفزيون هذا ما له تاريخ والسعر الى وصل له 4209 وأقل سعر بنفس السعري يعني ما في تخفيض يقول انا ما اشوف في تخفيضدي ولا شيء فلذلك هذا هو يعطيك كل شيء والزين في هذا الموقع يقول لك شيف طال عمرك أنت بيتشتري مثل النظارة هذه عندهم كم مثلا 500 ريال لا عندنا موجود ترى في الموقع الثاني ب350 رحلها ترى نفس الموقع